أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمع أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان وذلك للوقاية من فيروس كورونا وقال وزير الأوقاف أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدونهم مشددا على أن دفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على المصلحة وهي الذهاب إلى المساجد